اشتركوا في القناة وقرار البنك المركزية برفع سعر الفائدة بواقع واحد في المئة وشركة جهينة تتوقع زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي إلى أكثر من ستة مليارات جنيها ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها نصر خلال هذا الأسبوع ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة ثمانية عشر بالمئة خلال الأشهر العشر الأولى من العام المالي الحالي ليصل إلى 273 مليار جنيها مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق محكمة القضاء الإداري تصدر حكما بمطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتقضي باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية بعد أن وقعت مصر والسعودية خلال زيارة العهل السعودي للقاهرة بداية شهر إبريل الماضي اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتين تيران وسنفيرة من مصر إلى المملكة وزيرة التعاون الدولية تؤكد أن مصر تتفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى خلال سبتمبر المقبلة وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرد بقيمة إجمالية مليار ورصف المليار دولار لدعم برنامج الحكومة وتؤكد أن الوزارة وفر التمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار و100 مليون دولار خلال 9 أشهر أعلنت شركة أورنج خلال هذا الأسبوع أن قيمة رخصة الجيل الرابع ستصل إلى 5 مليارات و400 مليون جنيه واستطاقعات بأن تصل القيمة الإجمالية لرخص الاتصالات التي استطرحها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 22 مليار جنيه في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كشف النقاب عن تفاصيل وشروط هذه الرخص والموقف النهائي لشركات المحمول إضافة إلى مدى جدواها بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات 5 مليارات و400 مليون جنيه هي قيمة رخص الاتصالات الجديدة التي ستطرحها مصر خلال الفترة القليلة القادمة رخص طال انتظارها وعلى رأسها رخصة الجيل الرابع والتي ستصل قيمتها وفقا لما أعلنته شركة أورنج إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه يسدد نصفها بالعملة الأمريكية فيما ترقب الجميع كافة التفاصيل الخاصة بشروط هذه الرخصة والتي يتوقع أن تحصل عليها كل شركات المحمول العاملة في السوق إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي ستحصل على رخصة لتقديم الهاتف المحمول إضافة إلى رخصة الجيل الرابع وهو الحلم الذي ظل يراود المصرية للاتصالات لسنوات طويلة أعتقد أن المصرية التصالات بقالها 3 سنين بالطالب للحصول على الرخصة دي لأنها شايفة نفسها السوق بتاعها في المجال السابت والإنترنت السابت في تراجع مستمر والأرقام بتقول كده طبعا ولكن أعتقد أن المصرية التصالات عليها أنها تبزي الجهد لتطمين الشركات الأخرى عن طبيعة دورها في الفترة الجاية لأنها تعتمد في المقام الأول على البنية التحتية الموجودة للشبكات المحمول لأنها طبعا مش تبقى عندها بنية تحتية الغالي تبقى عندها تقدر تبني بنية تحتية وبالتالي أعتقد أن رسالها تبقى التطمين للشركات التانية غير أن الحكومة المصرية التي لم تنجح خلال السنوات الماضية في إحداث التوازن بين شركات المحمول من جهة والمصرية للاتصالات من جهة أخرى أصبحت مضطرة الآن للتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتحقق ما وصفته شركات المحمول بالعدالة التنافسية بينها وبين الشركات المصرية للاتصالات كل الشركات العاملة في هذا المجال مهتمة جدا بالموضوع وعايزها يحصل بسرعة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال اللي هم الأربع شركات فدي موضوع لسه شائق شوية أنا بيتيالي أن الوزارة مع الشركات عقدت عدة لقاءات وحتكمل لقاءات لحد ما وصلوا لصورة توفقية إزاي الرخصة بتاعة الفور جي دي تطلع بحيث أن كل الشركات العاملة في المجال تكون متفهمة للموقف بتاعها ويتطفق الجميع لأن مصر تأخرت كثيرا في طرح خدمات الجيل الرابع حتى أصبحت ضمن ست دول على مستوى العالم لم تستثمر في خدمات الجيل الرابع طبعا أنا شايف النهاردة أنه فيه تجديد للبنية التحتية اللي موجودة خلال من كابلات الفايبر أو من خلال أبراج اللي بتعمل الجديدة اللي حاجة أدي كلها لتفعيل الفور جي لأن النهاردة احنا متأخرين على الفور جي احنا في الفور جي حتى تنزل عشرين عشرين يعني كمان تلس سنين احنا لسه خناشنا عندنا الفور جي فلازم تبقى موجودين ومستعدين لها لأن انت لازم تبقى مواكب في الفور جي إن شاء الله وتصل القيمة الإجمالية المتوقعة لرخص وترددات الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية وخدمة الهاتف الثابت إلى نحو 22 مليار ومائتي مليون جنيه فيما أكدت وزارة الاتصالات أن هذه الرخص ليست إجبارية وأنها قد تطرح مزايدة عالمية في حال رفض إحدى الشركات الحصول على هذه الرخصة أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع واحد في المئة نهاية الأسبوع الماضي موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية المصرية بين من يؤكد بأن هذا القرار سيساهم في ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة فيما يرى أخرون بأن هذا القرار كان ضروريا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة في خطوة وصفها البعض بالجريئة وخلافا لأغلب التوقعات رفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الإداع والإقراض بنسبة 1% رفع جاء في المقام الأول لوقف سلسلة ارتفاعات أسعار السلع وكبح الجماح التضخم بعدما وصلت مؤشرات إلى أعلى مستوياتها مايو الماضي مسجلة 12.3% وفيما واجه قرار المركزي انتقادات عدة يرى بعض الخبراء أن من شأن رفع أسعار الفائدة زيادة الطلب على الجنيهة وزيادة سيولة البنوك منه مصر بتعدي بفترة تضخمية كبيرة جدا واجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخم في الفصول الانكماشية بيكون لتخفيض سعر الفائدة هو البديل إلى هذا الحيص أنا شايف أن طارق عامل ماشي على حيز قوي جدا من حيز السيطرة على قطاع المصرفي المصري وعلى غير ما تشتهي سفن البورسة المصرية خرج قرار البنك المركزي في توقيت تعاني فيه السوق من ضعف معدلات السيولة وتعطش لبعض المحفزات ما ذهب بتوقعات الخبراء لأن يتجه بعض من مستثمر السوق سوب القطاع المصرفي جزء من المستثمرين بخاصة الأفراد هيفكروا تماما في أن نحن نحط فلوسنا في البنك عشان نستفيد بالفايدة لكن الجزء الأكبر هستمر في البورسة لأن نتاج الشركات إن شاء الله مع الوقت برضو كميش في شهر ست هل متكلم مع الوقت يعني خلال لغاية آخر السنة لا أحب في نتاج إيجابية جدا وده هيدعمل بورسة المصرية وحسب الكثيرين سيؤدي رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجل الموازنة وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك نهيك عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بينما يرى أخرون أن التحركات المركزية الفترة المقبلة ستكون صوبة تخفيض جديد للجنيه أمام الدولار بعد هذا القرار يمكن يكون المركزي بيهيئ الأسواء والأجواء بصورة عامة لتخفيض أخر للعملة وده اللي كان متوقع مش بس من الخبراء الاقتصاد في مصر ولكن من أكبر المؤسسات العالمية توقعت بعد الخفض الأول لجنيه المصري نحن قد نشهد خفض آخر عشان حتى نقلل الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الغير الرسمي للأسف وجود الفرق الكبير والفجوة الكبيرة ما بين السعرين ده ليه تأثير سلبي جدا على مناخ الاستثمار في مصر يذكر أن تلك الزيادة تعد الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي بمعدل واحد ونصف بالمئة للسيطرة أيضا على التضخم المزيد من التفاصيل المشاهدين حول هذا الموضوع في اللقاء التالي الذي أجرته الزميلة نادة عبدالسلام مع الدكتور خالد نجاتي وهو رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتا مصر للاستشارة سيد طارع عمر محافظة بنك المركز طبعا هو في موقف ليه حسد علي من عايز يساعد فيه مكوحة التضخم اللي بيحصل في مصر وطبعا الرافع سعر وفايدة أحد أدوات المستخدمة في تخفيض التضخم لكن في نفس الوقت بيقالوا يعني حاجات سلبية على الاستثمار يجب أن يكون هناك تناغم كامل بين الحكومة بين وزارة الاستثمار وبين البنك المركزي البنك المركزي المصري يمتلك حقوق السياسة النقادية تحكم في السياسة النقادية لمصر ووزارة الاستثمار والحكومة تعمل على جزب المستثمرين وعلى هذا كنت دائما بنادي أن يكون رئيس الوزراء يكون زو خلفية اقتصادية على أساس لو ما فيش وزارة الاقتصاد يبقى على الأقل الرئيس الوزراء يكون خلفية اقتصادية دكتور خالح حاليك شايف أن المركزي ما كانش قدامه خيار غير رفع سعار فايدة لمحاربة التضخم اللي احنا شوفنا طبعا نرتفع في شهر مايو بمعدلات قياسية تجاوز الـ 12% طيب خلينا نفرق بين أن التضخم فعلا ارتفع لنسبة غير مسبوقة من قبل في مصر ولكن في نفس الوقت كل حاجة لها منافع وأضرار من حق البنك المركزي أنه يعمل على تخفيض نسبة التضخم الوصل 12% تعديد 12% الشهر الماضي ولكن هل ده الضرر هيجي على الاستثمار أكبر ولا أقل أنا من وجهة نظري كان يمكن يعني تأجيل هذه الإجراءات لحين تعافي الاستثمار شوية بالأقص أنه نحن فيه وزير الاستثمار جديدة لسه بتحط سياسة استثمارية جديدة في المصر فما ينفعش يبقى الاستثمار بيحاول يكزب المستثمارين من جهة والبنك المركزي كسياسة نادية في نفس التوقيت بيأخذ اتخذ إجراءات تخفض الاستثمار يعني ممكن نشهة تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ده بكله تأكيد ده بكله تأكيد المحلية قبل الأجنبية ده بكله تأكيد فلابد من تتصيق التام بين الاستثمار وسياسة النادية دكتور خالد زي ما حتك تكلمت على الاستثمارات وانه ده ممكن يكون سبب في تراجع الاستثمارات او عدم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة فيه ايضا الدين العام وخدمة الدين وعجز الموازنة اللي موجود البنك المركزي محطش الأمور دي في حساباته لا اصلا هو اول حاجة عشان يحل السؤال البنك المركزي عنده عدة مشاكل فيخدهم بالتدريج حسب الاولويات والاولويات دي قد تختلف من وجهة نظر البنك المركزي او محافظه اللي بيكون لها كل احترام بمناسبة وقد تختلف من ناحية وزارة الاستثمار او وزارة المالية فكل جهة بتنظر لهذا من وجهة نظرها هي حسب اولوياتها هي الاستثمار بيقول ان انا من اولوياتي ان انا ازود الاستثمار حتى لو حصل تدخم شوية ممكن الناس تتحمل شوية احنا بقى لنا 40 سنة في تدخم يعني بدل 10 بعد 11 بعد 12 ما فرقتش كتير قوي في مقابلها يكون فيه زيادة في الاستثمارات تعوض الفرق ده البنك المركزي بيقول لا التدخم ده نمرة واحد لازم اقل للتدخم علشان فبتالي ارفع سعر الفعيدة شوية علشان دي اول وسيلة في ايدي ان انا اقفر التدخم ما بيبصش لاولويات الاستثمار فهو فيه قياب الحقيقة يعني غريب في التنسيق بين الاستثمار وبين البنك المركزي طب ايه المطلوب يا فندم ايه المطلوب عشان يحصل توازن ما بين السياسة المالية والسياسة الضغطية المطلوب تفعيل حاجة من اتنين اما يكون فيه وزارة الاقتصاد عودة وزارة الاقتصاد ده نمرة واحد وتاخد دور فعال حيانا لما لغوا وزارة الاقتصاد في الفرطة اللي فاتن اتلغوا تودوا مهمها لوزارة الاستثمار تكون بديل لها واستحدثت وزارة الاقتصاد من حوالي 10-12 سنة وعلى اساس ان وزارة الاقتصاد تقوم بدور وزارة الاقتصاد عادة المشروعات الصغيرة المتوسطة والتجارة الخارجية وده كان خطأ كبير لان وزارة الاقتصاد لا غين عنها فاعتقد ياما تركع وزارة الاقتصاد ياما يكون فيه سيادة الرئيسية تدخل يكون فيه تنصيق تام وجزري في المجموعة الاقتصادية بين وزارة المجموعة الاقتصادية ونبقى ايضا مع البنك المركزي ولكن هذه المرة مع سعر الصرف فعلى الرغم من كل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاوينة الاخيرة لتضييق القناق على السوق الموازية الا ان تم تأكيدات من عدد كبير من الخبراء الاقتصادين في مصر بان المشكلة الرئيسية تبقى في عدم توفر العملة الاجنبية في القطاع المصرفي لمن يطلبها سواء من المستوردين او المصدرين او حتى المواطنين العادين كثيرة هي الاجراءات التي تسعى الحكومة المصرية لاتخاذها لضبط السوق الموازية للعملة الاجنبية اجراءات كان اخرها ادخال عدة تعديلات على مشروع قانون ينظم عمليات النقد الاجنبية والتي من شأنها تغليض العقوبات على من يخالفونها لتشمل السجن مدة تراوح بين 16 و3 سنوات وغرامة قد تصل الى 5 ملايين جنيها الا ان الكثير من الخبراء يجدون تلك التعديلات في غير محلها لانها سترفع نسبة المخاطر ومعها ستزداد الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيها في السوقين الرسمية والموازية والتي تتخطى حاليا حاجز الجنيهين تجديد الحكومة للاجراءات او للعقوبات الخاصة لشركات سمسرة والمتعاملين في السوق السوداء زي ما احنا بنقول هي قرار في غير محل وفجة نظري وقرار بطيء جدا ومتأخر جدا يمكن ابطأ من قرارات البنك المركزي اللي موجودة مؤخرا الشركات الوصمسرة هي في وجهة نظري ليست اكبر مشكلة موجودة عندنا هي جزء من المشكلة واسهل جزء من المشكلة لانها بمنطقة بساطة خاضعة للسيطرة الخاصة لمركزي المصري المشكلة اللي عندنا في التراجع الموجود عندنا في مصادر الدولار امريكي اجراءات المركزي وان كانت تستهدف محاصرة السوق السوداء لاحداث الاستقرار المفقود في سعر الصرفة فانها تستهدف ايضا تضييق الخناق على بعض شركات الصرافة عصب الازمة كما يصفها البعض من خلال تعديلات تمنح محافظة مركزية سلطة تعليق ترخيص اي شركة لمدة عامة علاوة على فرد غرامة في حالة مخالفة القانون نهيك عن الغاء الترخيص في حال تكررت المخالفة شركات الصرافة بتتعامل مع فرد ووسط فرد فهي عصب الموضوع بتاع السوق السوداء يعني هو المسك ده وهو المسك ده فانا لما اضغط عليه انا هضغط على الموضوع السوق السوداء فكل الشرعات ما مكون في اتجاه ان انا اضبط العلاقة دي ده يبقى كويس لكن طبعا زي ما قلت الحضرك الحل ان يكون فيه توفير للعملات الصعبة للمحتاجها ويكونش فيه قيود لان القيود في حدود في قيود الزيادة بتقدي الهروب ودخول في قنوات تانية ومؤخرا شن المركزي المصري حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار اسفرت عن غلق العديد من هذه الشركات ويرى الكثيرون ان تغليد العقوبات قد تمنع البعض من مالك الدولار عن وضع في النظام المالي الرسمي وان حل الازمة ببساطة يتمثل في توفير الدولار بالسوق نذهب لان الافاصل المشاهدين وبعده المأكلات والمشروبات السورية حاضرة على مائدة الافطار في رمضان تابعونا بعد الفصل اهلا بكم من جديد المشاهدين نواصل هذه الحلقة من عين على مصر في محاولة لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة القادمة اطلقت مجموعة من شركات السياحة والطيران حملة لجذب السياحين العرب من خلال رحلات مخفضة الى شرم الشيخة التفقين هذا الاسبوع بوزير السياحة يحيى راشد وسألناه اولا عن تفاصيل هذه الحملة وغيرها من الجهود الرامية لاستعادة الحركة السياحية الى مصر احنا ابتدنا هذه المبادرة او هي اكتشلي هي في الحقيقة مبادرة للشرق الاوسط كله وللخليج بصفة خاصة واحنا ابتدنا من اول رمضان بتكسيف حملات اعلانية قوية جدا علشان تدعم جميع المبادرات بتاعت القطاع الخاص فالقطاع الحكومي ليه دور في ان احنا نصلت الاهمية مصر وازاي نرفع من الصورة الزهنية للمكانة مصر السياحية وكذلك نفكر كل اصدقائنا واشقائنا في الخليج العربي بمصر كمقصد سياحي مهم فاحنا ابتدنا بحاملة ضخمة جدا وكانت حاملة نجحة لان احنا بنقيس اداء هذير حملات وكانت حاملة نجحة جدا ودلوقتي دور القطاع الخاص في ان هو يبتدي يطرح المبادرات بتاعته لدعم التسويق هو عايز يتكلم على ان هو عايز يدعم كمبادرة بيدعم سعر التسكرة لكن احنا في اساس في طبيعة عمالنا احنا بندعم مصر الطيران بندعم شركات الوطنية بندعم جميع الشركات العاملة في هذه القطاع كل سواء واهمية خاصة لمصر الطيران لان هي شركتنا الوطنية وهو ده الامج بتاع مصر وهو ده الانطباع المهم بالنسبة لمصر مصر الطيران شركة رائدة ولها تاريخ طويل جدا ولها نجاحات عظيمة وبالتالي احنا كلنا بنشجع الشركة الوطنية وهي عاملة مجهود كويس قوي على الخليج واحنا بندعمها في هذه المبادرة حركة لست جاء من المانيا قول لي اخبار السوء الالماني ايه خاصة انه من اسواق المهمة اسواق الاوروبية المهمة بالنسبة لمصر احنا مراكزين على السوء الالماني وان شاء الله نستطيع ان احنا نستعيد الحركة من السوء الالماني بطريقة ايجابية وسريعة باذن الله انت حركة تتكلمت في اللقاء مع سين بي سي اكثر من شهر انه الوزارة بتعمل على فتح اسواق جديدة اسواق غير تقليدية ايه اللي تمه ايه ابرز الاسواق اللي انتم مستهدفينها بالنسبة الاسواق الجديدة في اسواق الجديدة فتحت زي كداخستان اوراديو يعني فيه هناك الايه العديد من الاسواق الصغيرة اللي فتحت واحنا بنركز ان احنا زي ما انت عارف انشان تبني سوء كبير فاحنا بندعم كل الاسواق الموجودة دلوقتي وبنبني اسواق جديدة في طريقها ان احنا نضفها الى مجموعة الاسواق المستهدفة للسياحة المصرية طوال حركة المعدل النمو بالنسبة للقطاع خلال 2016 الارقام صعبة والنسب صعبة لان النص الاولاني كان مستوى الاداء كان ضعيف نتيجة الظروف العديدة اللي مر بيها القطاع لكن ان شاء الله باذن الله نستطيع ان احنا نستعيد عفيتنا في النص التاني وبالعكس نبقى مثال لتقدم النمو السياحي على مستوى المنطقة كلها في لقاء مع سين بي سي عربية توقع رئيس تنفيذي لشركة جهينة سيف ثابت ان يصل حجم النمو في اعمال الشركة خلال العام الحالي الى اكثر من 20% وان يصل حجم المبيعات الى نحو 6 مليارات جنيه واضف كلال الارقام بان الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن وضخ استثمارات بقيمة 640 مليون جنيه نحن في السنة دي عندنا استثماراتنا 640 مليون جنيه خلال 2016 منقسمة بين اول قطاع الزراعي في الاساس الانتاج الحيواني من الابقار الحلب بتاعتنا وصلنا 1500 بقر حلب لحد دلوقتي على اخر 2016 ان شاء الله بمعنى 4000 بقر حلب ننتقل للقطاع الصناعي فاحنا مستثمين برضو في تزويد خطوط الانتاج بتاعتنا سوى اذا كان في اللبن او في العصير او في الزبادي زودنا التقل الانتاجات بتاعتنا والحاجة الثالثة في الفروع البيع او فروع اللوجستية زودنا عدد فروع البيع بتاعتنا وصلنا دلوقتي 31 فروع بيع السنة دي بس 3 ما بين استبدال فروع حالية وستثمارت فروع جديدة سثمارت قدي من 640 مليون الى الان يعني احنا ماشيين تقريبا 40% منه المشروع المشترك مع ارلاف ودزل اقلن عنه العام الماضي هل هو مازال موجود على خريطة الشركة لانه كان يعني حسب ما تم التوقيع عليه سيبدأ الانتاج التجريبي المشترك ربما قبل نهاية العام الماضي حتى الان لم يبدأ تمام هو في الاساس احنا الهدف من العقد اللي شركة مع ارجو او مع ارلا اللي هي بقى شركة ارجو هو ان احنا نعمل تصنيع مع بعض بس في بدايته زي ما اعلننا السنة اللي فاتت انه هو هيكون توزيع لمنتجات ارلا ده في الاول في البداية في منتجات هنوزعها مش هنصنعها يعني مثال على ذلك اللي جيبنا البلو تشيز اللي هي الكستيلو والزبدة اللورباك فدي منتجات برانز او او برانز تمتلكها شركة ارلا وده اللي اتفاء من الاول احنا مش هنصنعها في مصر احنا مش هنصنعها كمان يكفي لنا توزيعها وفي برانز تانية اللي ممكن نقدر نخش فيها بعقد الشراكة التجمع ما بين براند جوانا وبراند ارلا زي اجبنا بوك مسلا ودي اللي احنا قررنا احنا حنصنعها ان شاء الله في مصر اول ما بدأنا عاد الشراكة اقولنا احنا هنستحوز على مصنع قائم نشوف مصنع كويس نشتري عشان فترة التصنيع اه للاسف ملقناش مصنع متناسب معنا من ناحية الهجنية او من بنية تحتية ملقناش متناسب خلص معنا حاجات اللي معاها حاجة كويسة مش بيبعها للاسف حد الوقتي ان شاء الله بإذن الله ممكن الفترة اللي جاءة دي تنقيحة كويسة اخدنا قرار ان هي لو خلال الفترة اصاري دي ما لاناش حاجة حنخش نبتدي نبني مصنع من بداية من اول و جديد احنا عندنا خبرة في انشاء مصنع جوه مصر وهم طبعا برضو عندهم نوهاو قوي في صناعات غزائية هتطولو حجم استثمارات متوقعة يعني هو ما فيش رقم محدد بس يعني في افتراض يعني في افتراض بداية بس يعني نشاهد رؤالي عنه الوقتي لان هو مجرد افتراض مش حاجة معلنة ده طبعا في حالة لو احنا ما خلصناش مقيتوش مصنع رائم يتم الاستحواز عليها ولكن عشان احنا زي ما بلغنا السنة الفاتت ان احنا هنبتدي نصنع السنة لي مع بعض فشركة ارجو اللي هي عقد الشراق ما بين ارلا و جهينة هتأجر خط انتاج من شركة جهينة ونبتدي ننتج الجبنة بتاعتنا في احد توازي مع عمليات التوزيع لمنتجات ارلا في اساسية من الموضوع الدولار وازمة الدولار بتواجه السوق المصري انتو احدى شركات اكيد المتضررة ومتأثرة الى اي مدى ده بيأثر على نتائج الشركة وعلى انشطتها وحجم عملها كرسة طبعا يعني الدولار عمل مشكلة كبيرة جدا سواء زي كان لنا احنا او لكل ما بيتعامل مع الدولار او حتى كل المصنعين اللي عندهم جزء من خاماتهم مستوردة مستوردة طبعا وما فيش خالي بقى لك يعني مين ما بيتعافينا ما بيتعافيش الدولار يعني احنا حتى مش بنتاجر مش بنجيب كنتينرس منتاجر ومدعاد احنا مصنعين وتعبنين جدا في حاجاتي وبره احنا مش مصنعين بس احنا مصنعين مصنعاتك تصدر التصدير عندنا لازال نسباته مهاش كبيرة وده من ضمن الحاجات الخطة اللي احنا مركزين فيها عايزين وكبر نسبة التصدير بتاعتنا سعر الدولار ما كانش حقيق خلال خمس سنين فات الدول فعنا كان سعرنا غالي بالنسبة للسوق الافريخي او اي سوق تصديري نتائج العمال في الفين وستاشر متوقعين النمو فيها يكون قدي ان شاء الله يبقى اكتر فوق عشرين في المية حجم المبيعات تقريبا يصل لكم ان شاء الله يقرب لستة مليار جنيه مصر ان شاء الله كل المنتجات اللي بتنتج عشرين كله 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 مية في المية هل تم التفاعل مع السيد صفوان فيما تعلق بالقرار او خلفيات هذا القرار صفر مش اي تفاعل خالص انت عرفت الخبر من فين صفر انا عرفت من اليوم السابع من الانترنت كلنا عرفنا كده بالزبط مش اي لا تواصل ولا اي communication اي حاجة خالص احنا عرفنا الخبر كده قد تم القرار التحفز بنتكلم طبعا جماعة ما فين الدليل ما عندهش في حاجة انت لو عندك ما يفعش انك انت تاخد قرار عشوائي بالشكل ده لا احنا عندنا بس فيه تحفز تم على الاصول كاملا طب فين يا عمد ليه قالك اشيع يعني اي اشيع يعني تاخد قرار من اشيع دي ازاي يعني هي فين بس انا طبعا عندنا يعني امل ان القضاء يعني ياخد القرار المزبوط وياخد القرار لكن في ادلة ياخد فيها قرار بس طبعا هو قرار قرار امني وليس قرار قضائي اكثر من 350 الف لاجئ سوري يعيشون في مصر جاءوا الى ارض الكنانة بعادات وتقاليد اعتادوا عليها خلال شهر رمضان الفضيلة فلم يعود من الغريب ان تجد اقبالا كبيرا من المصريين على عشرات المحال السورية المتخصصة في المأكلات والمشروبات الشامية اما لجودتها او لأسعارها المناسبة او حتى على سبيل التجربة عادات وتقاليد رمضان تختلف بين بلد واخر ولكن كل من كتب عليه الابتعاد عن وطنها تأثره مشاعر قضاء ليلة رمضانية وسط الاهل ومن لا يستطع تحقيق هذا الحلم يسعى لاستنساخ سورة مصغرة منه وهذا ما فعله السوريون هنا في مصر محمد واحد من نحو 350 الف لاجئ سورية مسجل لدى الأمم المتحدة مما لم يجدوا اختلافات كبيرة في أجواء رمضان بين مصر وسوريا فمظاهر الفرحة واحدة وشعائر الشهر الفضيل لا تختلف بطبيعة الحال أنا لقيت نفس الجو ما اختلف شي عن جو رمضان كأسواء كعادات شراء بيع نفس الأوضاع تماما فمثل ما قلت لك ما في اختلاف كبير بين الشعب السوري والشعب المصري نسبة يعني نسبة بسيطة جدا ومع مجيء السوريين إلى مصر نقلوا معهم منتجاتهم المميزة لهم فأن عاشوا السوق المصرية بمنتجات ومشروبات ومأكلات سورية يشتهروا بها رمضان وأبدعوا في صناعتها على أرض مصر ليتمكنوا بذلك من إيجاد مكان لهم بمشروعات متناهية الصغر في سوق يتخطى عدد سكان 90 مليون نسمة وليس هذا فحسب بل استطاعوا توفير عشرات من فرص العمل لأبناء وطنهم ممكن تميزنا بحاجات يعني زي البقلوات والكنافات وحلوة الجبن يعني ممكن دي تميزنا عن غيرنا بحاجات دي والأيس الكريم مثلا والكنافات عندك حضرتك مثلا جبنة مشللة جبنة حلوم جبنة نابلسي أنواع الأجبان كلها جبنة بتاعة العكاوة جبنة بتاعة السنبوسة جبنة بتاعة البيتزا أنواع الأجبان كلها طلبوا عنه صار فيه إلى الرغبة عندك شاب مصر كان يسمع عنه لما بس شافه وجربه لأنه فيه شغلة جديدة فيه شغلة حلوية عجبته محال السوريين التي انتشرت في معظم أرجاء مصر باتت مقصدا ليس فقط للسوريين المقيمين في مصر بل أيضا لكثير من المصريين الذين أقبلوا على شرائها إما لجودتها العالية أو لرخص ثمانيها أو تشجيعا ودعما للسوريين المقيمين في مصر أو حتى للأسباب الثلاثة مجتمعة ثلاث حاجات مع بعض يعني هم منتجاتهم حلوة جدا وطبعا أنا معجبة بيهم جدا لأن كل حاجة نظيفة وجميلة أنواع الجبن بتاعتهم طعمها تيستي جدا سعرها كويس وأنا حسنا هي بيعملوها بتكون مفيدة وتقدر بعض الأحصاءات عدد رجال الأعمال السوريين في مصر بحوالي ثلاثين ألف رجل أعمال تتركز استثماراتهم في صناعات النسيج والملابس وصلنا إذا مشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر إلى أن نراكم في حلقة قادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر